هل السعي في الأهل يبلغ بالخطأ القبول؟ السعي في الأهل الرجل اللي شغله شاق الأم اللي شايلها ماما وبابا اللي بتشتغل صبح وبعد الظهر الأم اللي عندها طفل رضيها هيحرمها من التراويح في المسجد هل السعي على الأهل ممكن يبلغني ويعود يعني ما يتم من النفس من طاعة من عبادة من مسجد من قيام من غير طيب إحنا صحيح طيب إحنا لنا يعني لنا نهج كتاب وسنة والصحابة وأفعالهم والاستدلال بالمواقف طيب عمل إيه سيدنا عمر بن الخطاب وكان بيسعى على أهله كان اتفق هو والشريك بتاعه أنت تطلع الجبل مع الغنم يوم وأنا راح احضر درس النبي على السلام وأجأ أقول لك أنت تاني يوم تحضر مع النبي وتيجي تقول لي طيب ما هو أنا عندي أولاد وأنا عندي بيت وأنا عندي عيال طيب الله عز وجل يقول لك أن الشهر دوت هو شهر الزاد للسنة كلها اللي هتقدري فيه أنك تاخدي زادك عشان تكملي مع أولادك وتكملي مع بيتك وتكملي مع نفسك ساعات ما بيكونش أي ظرف خارجي هو القلق لكن إيه القلق؟ داخلي في حاجة جواي مش مفصوطة أنا مسعيدة أنا عملة أجري في الدنيا جريل وحوش عارفين كده؟ وابن آدم رزقك هو ده اللي هتحوش وهتاخده أعرفش يقول لها إيه بالمصر صراحة نسيه؟ لكن الفكرة إن أنا عملة ملهية في الدنيا طيب الساعة تؤجري تؤجري ولكن هي شوية تعب بس وأنا دايما بستشهد بمجموعة منهم كانت طالبة الجامعة اللي عندها عملي وكانت بتنزل العمل بتاحها في أيام رمضان وطيبكي 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 على القيم والطراوية وأعمل وأقسم لكم بإلا قد بتعمل كده هوا وقدت تصلي وتعمل وبعدين قول لها إيه يلا عاديين لبعد الشروط وتقول لها أنا معاك ومش أناه وتقعدوا مش حارف إيه وتقوم تصلي ركعتين الضحى ماشي قادر هي ساعة ولا ساعة ونص وترجع تاني للدوام واجهة كلمة إيه يا بطة إيه الأخبار تقول لي والله الحمد لله تسعة أيام تعب بس إن شاء الله ربنا نعم تلاتين يوم بس إن شاء الله ربنا هيعني وأعرف من الأصحاب يعني مش عايز أقول لك بقى اللي عندها حد بسعيدة في البيت ولا مش لا 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 بتروح بصوا كده فلاحة تفلح في الغيط مع زوجها في الحقل مع زوجها يعني الكلام ده من صلاة الفجر وتود أولادها وتيجي تعمل الأكل عشان حامتها المريضة وعشان بيتها وعيالها يجوا يأكلوا وبعدين ترجع وبعدين تاخد بقية الحاجة على بعد صلاة الضهر تنزل السوق تبيع وتخلص الحاجة فيها وبعدين تروح تعمل الحاجة والكلام ده لو هو رمضان حتستنى وتعملهم وتقول لهم أنا هصلي رقعتين بس أو أربعة وابقى إيه أجي معاكو في القيام والله وكنت أشوف تشقق إيديها ومدى مدى بس لو هي عمل الكدهات متعب أقول ده هي واخدة سواب مضاعف مضاعف علينا يلا أنا قاعدين وبنقول بنروح وبنيجي الصحابة كانوا يقتوا الفراش حبوة أنا مش عايزة معلش سامحوني وانا عارفة انتو متعودين مني ان انا بيسر في أمور العبادات ويسر عليكم الأمور وسهل والتيسير والتوبة لكن الزمن الوقت اللي احنا فيه ده خطير الخمسة أيام اللي قبل رمضان دول خطار جدا العصر اللي احنا فيه ده وأكاد أجز من رمضان ده خلاف كل الرمضانات بناء على الأحداث العالمية وأحداث الكون والله أعلم يحصل إيه اللهم يا رب اجعلنا فيزين بيه يا رب كله فمزان حسناتنا من أول ليلة لأخير لا قولوا أمين الأصل الأصل بحاجة زي كده ان احنا بنسع شو فيه بنسع باخد بالأسباب طيب عندي طفل وأنا لو رحت المسجد هافصد على المصلين طيب فيه أخت حائد ممكن تاخد الأطفال مثلا 3 اربعة وبعدين نبدل ما بينهم لا مفيش طيب صلي ببيتك بس صلي طيب هاتي كلهم اللي معهم أولاد وين دي دمراكعتين وين دي ركعتين وين دي تخلي فوقال ببيتك احنا كنا ستة نساء كلنا بنحمل مع بعض وبعدين نخلف مع بعض ان شاء الله علينا كنا نروح نقمين اللي هيستقبلنا ببيت وانا تعالولي دي تيجي ودي تيجي كل أنا عبد العالد شوية دي خرقعتين وهم جماعة وبعدين دي يعمل كاسفان صلي اربعة واربعة وبعدين مع نفسين لكن لا تمنعي نفسك الخير لأن الشهر ده هو شهر الزاد اللي هتقدري تجلي بيه قلبك وتنظفي بيه قلبك لنهديا هيهديك وهي الصلاة خدي بدائي طيب الراجل اللي بيشتغل واللي بيطلع واللي بيقول او ده ايام المعدودات والله اول رمضان جه نفخ ايه ده بكرة العيد ينهرب ين خلاص فاز في من فاز وخسر في من خفز عشان كده كان الحديث ينزل بيه انا عايزاكم بس انا عارفة ان انتو اسازة ما شاء الله حافزين الاحديث بس انا عايزاكم اسمعوا مين اللي انا بقوله ده لما ينزل سيدنا جبريل على رسول الله صلى الله علية س Lindy يقوله يا مهمد اني داعى فا امن خابة وخسر خابة وخسر خابة وخسر قول امين من قدرل في رمضانه و لم يغفروا قول امين قول امين مين اللي امين عنري الاالجاب الكون كله بتغير في رمضان نوام السيد السيد الإجمع نواميس الكون كلها تغيرها في رمضان أبواب الجنة كلها مفتوحة وأبواب النار ما وصفدت لكي ما ربنا يهيئ الكون بحاجات مهش على العادة في الكون علشانك علشانك وعلشان أن الله سبحانه وتعالى يسخرك بس عبودي واجي أنا أخذ زريعة أنا عارفة أنه صعب ما بقولكوش أنه سهل والله صعب وبتبقيش قادرة بس إيه اللي هيروح بص في إحفاظي مني راح التعب وبقي الأجر راح التعب وبقي الأجر راح النوم وجازة حبة خلا يا ما حنم كتير في القبر ويا ما حنعم لكن خدي بالأسباب وسع للبداء رقم واحد شوف أخت تبدلي معاه الحق مفيش رقم صلي في بيتك وهاتي الاتنين تلاتة زيت رقم تلاتة طب يا زوجي ممكن أنت تاخد طعب أربعة مثلا أربعة رقعات الأوانيين وأعرف من الزوجات كانوا بيعمل قد وأنا أنزل طب أنت حضرت الدعاء مبارح تسيبنا أنا حضرت الدعاء النهاردة وهكذا وهكذا لماذا؟ لأن في صلاح قلبك وعودة قلبك إلى الله عز وجل عودة البيت كله الجيل كله الأمة كلها هو ده اللي احنا محتاجينه ده اللي احنا محتاجينه لكن أجي بقى ما شاء الله ما شاء الله علينا وناخد قام رمضان إيمانة سابق أهد بإيمان زي دلوقت يا رب قبلنا يا رب قبل يا رب عشان خاطر واحتسابة احتسبت تعبي واحتسبت عدم كذا وحطتهم وقفلتهم وخليتهم عند الله سبحانه وتعالى لكن أجي بتدي إيمانة المتأخر غلط أكبر غلط سابق